المسأل خير شباب اليوم بين ايدينا الراوتر الديلينك الدي اس ال ال 124 وهو نسخة مطورة عن الراوتر الدي اس ال ال 124 اللي عملنا عليه سابقا مراجعة وضبط اعدادات واليوم يا شباب بهذا الفيديو رح نفتح صندوق الراوتر ونتعرف على محتويات الكارتونيك كذلك الامر رح نتعرف على طريق الضبط الاعدادات الخاصة بهذا الراوتر قبل ما نفتح الصندوق اصدقائي رح نقرأ شو مكتوب على الكارتونيكات مينلي دي لينك دي اس ال 124 وهو رقم الموديل الخاص بهذا الراوتر اعطيني انه هو مودم راوتر فيه وايرلس كذلك الامر عبيعطيني انه فيه سرعة بالوايرلس بنقل البيانات من طريق الشبكة بطريقة بسيطة فيك تضبط الاعدادات كذلك الامر بيدعم زر ال WBS من على الجانب اصدقائي عبيعطيني ادنى المواصفات لحتى تضبط الاعدادات الخاصة بهذا الراوتر ومنها انه يكون عندك نظام ويندوز او نظام ماك كذلك الامر كبل شبكة وكذلك الامر مخرج لكبل الشبكة لحتى تقدر تضبط الاعدادات من الطرف الثاني للصندوق عبيعطيني المواصفات التفصيلية لهذا الراوتر فيك تثبت الصورة وتقراهن على مهلك من اهم المواصفات انه هو مدمج بنظام VDSL2 موديم بالنسبة لسرعة نقل البيانات ضمن شبكة الوايرلس هي 300 ميجا كذلك الامر بالنسبة لسرعة الشبكة العادية او السلكية هي 10 ميجا كذلك الامر عبيحكيلي على الحمايات الموجودة بنظام الوايرلس اللي فيه اما من خلف الراوتر ما عندي شي يذكر الا اعادة لنفس المواصفات اللي ذكرناها سابقا وهلأ سنتعرف على محتويات الصندوق بشكل سريع مثل ما اننا شايفين عندي كتيبات التعليمات الكتيب الاول ما يدعم اللغة العربية الكتيب الثاني بيدعم اللغة العربية وفيه طريقة الاعداد للامانة الشكل الراوتر مبهر وصراحة احلى من الراوترات الـ 124 لانه صعر حجمه كبير شوي منخلي الراوتر على جنب ومثل ما عودتنا شركة دي لينك بتأرفق فلتر طبعا مزغرين الفلتر او حجم الفلتر مزغرينه شوي وطبعا يا شباب ملاحظة مهمة جدا الخط الهاتفي الرئيسي بيدخل من هذا المكان وبيخرج من هون خطين واحد لعند الراوتر وواحد لعند خطوط التليفون الكاملة في المنزل تمام ما بصير ناخد من قبل الفلتر اي خط هاتفي الخطوط الهاتفية كلها للمنزل من بعد الفلتر اكيد عندي كابل تليفون وهالمرة مختصرين واحد يمكن بتذكر كانوا خطين تليفون عندي كابل شبكة للبرمجة كابل شبكة عادي سرعة عشرة مية واكيد بالنهاية عندي الشاحن او الترنس الخاص بالراوتر وما زال بالشكل الصغير والناعم نفسه بالمية واربعة وعشرين نفسه بالميتين واربعة وعشرين وكالعادة بيجي بقدرة 12 فولت 0.5 امبير صراحة يا شباب انا منبهر جدا بتصميم الراوتر الجديد صراحة تصميم اكتر من رائع وعلى ما يبدو حسنوا المعالج بالتالي كبروا الدارة من جوا شوي ومنتعرف اللي يا شباب بشكل سريع على الاضواء اللي موجودة عندي على واجهة الراوتر بالبداية عندي ضوء البوار وهو دليل على تشغيل الراوتر عندي ضوء تفعيل خدمة الانترنت على الراوتر وعندي ضوء تفعيل البوابة على خط الانترنت وطبعا يا شباب في حال اشتغل ضوء الدي اس ايل فقط بدون ضوء الانترنت دليل على انه اما الشركة قطعت عنك الانترنت ولكن البوابة ما زالت شغالة او دليل على انه الاعدادات ما لموجودة ضمن الراوتر واكيد في عندي اربع اضواء لمنافذ الشبكة اللي جايين من الخلف اللي هنين اربع منافذ اضافة لضوء الويرلس عندي بهذا المكان اضافة لضوء الوبي اس عندي فتحات للتهوية يفضل ازالة هذا الشريط من عليها من جوانب الراوتر ما عندي اي شيء يذكر نهائيا ولكن التصميم اكثر من رائع بهذا الشكل اما من خلف الراوتر يا شباب منلاحظ انه في عندي خط الهاتف الخاص بتغذية الراوتر بالدي اس ايل كذلك الامر لأربع منافذ من الشبكة اضافة لمنفذ تغذية الراوتر بالكهرباء وبجوار وزر التشغيل اما بالنسبة للزرين الصغار اللي عندي ايهن هون واحد لايقاف وتشغيل الواي فاي واحد لايقاف وتشغيل الوبي اس اما من خلف الراوتر يا شباب في عندي كتالوك بسيط هون عب يعطيني انه رقم الموديل كذلك الامر الدخول لواجهة البرمجة 192 161 1 اضافة انه يتم تغيته ب 12 فولت من الكهرباء 0.5 امبير اضافة لأهم زر بالراوتر اللي هو زر اعادة ضبط المصنع عن طريق دبوس بالضغط بهذا الشكل نسمع في تكة تمام لمدة 10 ثواني بالضغط لمدة 10 ثواني بيعمل اعادة ضبط لجميع الاعدادات الخاصة بهذا الراوتر وبيرجع لوضعيات الديفولت وهلأ يا شباب بعد ما قمنا بتوصيل الراوتر بالكهرباء ووصلوا على الكمبيوتر عن طريق كابل الشبكة رح ننتقل لجهاز الكمبيوتر لنتعرف على طريق الضبط الاعدادات وبرمجة هاد الراوتر وبعد ما انتقلنا لجهاز الكمبيوتر يا شباب وشغلنا الراوتر ووصلناه عن طريق كابل الشبكة بدخل على اي متصفح انترنت عندي وبادخل العنوان التالي 192 نقطة 168 نقطة واحد نقطة واحد هذا عنوان الاي بي الخاص بالدخول لبرمجة الراوتر الديلينك كليبين ايدي بضغط انتر وبدخل على العنوان وبالنسبة للدخول لواجهة البرمجة عندي اليوزر نيم هو الادمن اما بالنسبة لكلمة المرور هاي الكلمة يا شباب منلاحظ انه موجودة خلف الراوتر لأول مرة ديلينك بتغير طريقة الدخول بالعادة بتكون هاي الكلمة هي ادمن ادمن يعني اسم المستخدم ادمن وكلمة المرور ادمن ولكن هالمرة وضعوا كلمة المرور بشكل خاص خلف الراوتر على لساقة نضغط لوجين ومنلاحظ انه فوتني على واجهة البرمجة طبعا واجهة البرمجة مشابهة جدا لواجهة البرمجة القديمة لراوتر الدي اس ال ال 124 باول تبويب الويزرد اللي فيني عن طريقه اعمل ضبط سريع للراوتر وادخل الاعدادات الخاصة فيني المقدمة من مزود خدمة الانترنت بضغط ستاب ويزرد عبيعطيني عدة خطوات وبقول له التالي نيكس بهذا المكان عم يقلي حابب تغير كلمة المرور الخاصة بالدخول الى واجهة البرمجة اذا كان بدك تغيرها بتكتب كلمة المرور اللي اتفقنا موجودة خلف الراوتر ومن ثم مثلا هون بتحط ادمن ومن ثم ادمن اذا ما لك حابب تغيرها نهائيا تضغط على اسكيب وبهذا المكان بتختار المنطقة الزمنية الخاصة فيك بعد ما اخترنا المنطقة الزمنية بتضغط على التالي من هذا المكان عم يقلي اختار البلد الخاصة فيك انا رح اختار سوريا ومن هذا المكان فيك تختار مزود خدمة الانترنت الخاص فيك عندي تراسل سما سوا آي نيت ليما وما الى هنالك من مزودات خدمة انترنت عاملة في الجمهورية العربية السورية انا رح اختار تراسل من تلقاء نفسه رح يوضع الاعدادات بشكل تلقائي طيب لفرض انا مزود خدمة الانترنت تبعي ما له موجود ضمن القائمة برجع على البلد وبقول له اضر يعني اخر او دولة اخرى وكذلك الامر مزود خدمة الانترنت بقول له اضرز ومن هذا المكان بختار اتي ام اي دي اس ال او في دي اس ال اذا كانت الخدمة متوفرة عندك انا الخدمة اللي عندي هي اي دي اس ال اعدادات مزود خدمة الانترنت اللي عندي هي البي بي او اي والكونيكشن تايب هي الالالسي اما بالنسبة للفي بي اي هي 8 وبالنسبة للفي سي اي هي 35 ملاحظة مهمة جدا يا شباب جميع مزودات خدمة الانترنت في الجمهورية العربية السورية هي هي الاعدادات الخاصة فيها بشكل عام مننزل لتحت شوي بالصفحة منلاحظ انه في عندي اليوزرنام والباسورد طبعا الباسورد بدي يكررها مرتين من وين جيبهم هدول هدول بجيبهم من مزود خدمة الانترنت اللي عاطيني خدمة الانترنت عندي بالبيت بعد ما ادخلت اسم المستخدم وكلمة المرور اللي عطاني اياهم مزود خدمة الانترنت بضغط على التالي بهذا المكان عم يقول لي شو حابب تسمي الشبكة رح سميها حرف D مثلا ومن هذا المكان باختار السيكوريتي ليفل او مرحلة السيكوريتي واكيد رح اختار اعلى مرحلة اللي هي ال WBA2-BSK طبعا بهذا المكان بوضع كلمة مرور قوية تتألف من 8 حروف او اكتر وبضغط على Next التالي هاي الصفحة بتعطيني جميع الاعدادات اللي دخلت لحتى اتأكد منها ومن ثم بضغط على Apply اي تطبيق وهيك بهي العملية بيكون حفظ الاعدادات ضمن الراوتر وهلأ رح ننتقل بشكل سريع ضمن تبويبات هالراوتر لحتى نتعرف عليها متل ما شفنا اصدقائي التبويب الاول للويزارد هو خاص بضبط اعدادات الراوتر بشكل سريع التبويبة اللي بعدن منه Local Network او الشبكة المحلية او الشبكة الداخلية السلكية عندي LAN انترفيس او واجهة الشبكة بهذا المكان الـ IP الخاص بالراوتر الـ 192-168-1-1 اللي دخلنا عليه عن طريق العنوان فوق فيك تغيره لأي IP اخر 2-13 وما الى هناك طبعا في ملاحظة مهمة جدا هذا الـ IP انا بغيره احيانا في حال وصلت هذا الراوتر على راوتر تاني عن طريق كابل الشبكة لحتى شغله متر بيتر او مكرر اشارة مكرر اشارة ولكن سلكي عندي الماك ادرس كونترول سيتنج بهذا المكان فيني اوضع ماك ادرس خاص بكابل الشبكة وطبعا ضمن تبويبات الـ Local Network في عندي DHCP سيرفر وهي خاصة بتوزيع الـ IP ات للموبايلات او الاجهزة الكمبيوتر يلي عندي مثل ما انا ملاحظين هو رح يوزع اي بيات عن طريق مداخل الشبكة جميعا حتى الـ ويرلس ورح يوزع اي بيات من عند الـ 2 لعند الـ 254 واكيد يا شباب فيك تغير هذا الرقم انه يبدأ توزيع الاي بيات من عند الرقم 100 من عند الرقم 150 وما الى هونالك في حال اذا كنت بدك تثبت اي بيات على اجهزة معينة ومن الامور المميزة بهذا الراوتر انك تستطيع تغيير الـ DNS سيرفر اكيد الـ DNS سيرفر الاساسي الـ 192-168-1-1 وآي بي الراوتر المرتبط بمزود خدمية الانترنت فيك تغيره لأي DNS سيرفر بداك ياه بنتقل لتبويب الانترنت سيتاب واللي بداخله الاعدادات اللي انا وضعتها ببداية البرمجة اكيد فيني اعدلها من هذا المكان داخل تبويب channel config بنزل لاسفل الصفحة بلاحظ وجود جميع الاعدادات اللي انا وضعتها سابقا ضمنها الراوتر بمجرد التعليم على هاي الدائرة منلاحظ انه جميع الاعدادات اللي بدي اياها بضغط على modify تعديل وما ننسى انه فيني ضيف اعدادات اضافية من هذا المكان add وفيني احذف اعدادات من هذا المكان delete وكل هذا الشي بعد ما اعلم على الاعدادات اللي بدي اضيفها او احذفها وداخل تبويب الانترنت سيتاب في عندي تبويب مهم جدا اسمه dsl sitting بداخله جميع موديلات dsl بالعالم فيك تعلم عليهم جميعا بحيث انه يتوافق هذا الراوتر مع اي موديل dsl ممكن يكون موجود ببلدك وهلأ مننتقل لتبويب مهم جدا الي هو الويرلس سيتاب او اعدادات الويرلس عندي التبويب الاول wireless basic بداخل هذا التبويب فيني عطل الويرلس كليا بهذا الراوتر ملاحظة مهمة جدا تعطيلها وليس اخفاءها من هذا المكان بختار الباند الخاص فيها اكيد بختار اعلى بأند اللي هو ال b and and a and الSID هو اسم الشبكة فيك تعدله من هذا المكان أما بالنسبة للقناة اللي عم بيبثل ويرس عليها هذا الراوتر فيك تختار القناة اللي بتناسبك في ناس بيقولوا إنه القناة رقم واحد ما في عليها تشويش كتير في ناس بيقولوا رقم ستة ما عليها تشويش كل واحد بيختار القناة اللي بده يها أنا بالعادة بيختارها أوتو طبعا فيك تختار قناة معينة في حال عندك مشكلة بأحد الهوالات ما عم بيشبك مباشرة على الراوتر بنصحك ما تختار قناة أكتر من 11 اما بالنسبة للشانل ويدث اكيد بتختارها العشرين والاربعين ميجا هيرتز يا شباب في كتير ناس عم متواجه مشاكل بالشبك على الراوتر بيكون اما محطوطة عشرين او محطوطة اربعين فقط انت لازم تختار التنتين سوا واكيد بعد ما انت من التعديلات لازم اضغط على ابلاي تشينج يعني تطبيق التعديلات بيعطيني عداد لمدة عشرين ثانية بده يعود حتى النهاية طبعا هذا الشي بكل اعداد انا بطبقه بهذا الراوتر بنتقل عن تبويب الويرلس سيكوريتي وبداخل هذا المكان فين يحط الباسورد الخاصة بالويرلس عندي ملاحظة مهمة جدا الانكريبشن لازم تخليها اعلى خيار اللي هو ال WBA2 Mixed واكيد رح يكون هو بيرسونال يعني شخصي ومن هذا المكان فين يغير الباسورد الخاصة بالويرلس عندي اكيد متل ما ذكرنا 8 احرف او 8 ارقام واكثر وما ننسى انه نضغط ابلاي تشينجز او تطبيق الاعدادات وداخل تبويب ال Time and Date الوقت والتاريخ فيك تعدل التاريخ الخاص بالراوتر وكذلك الامر المنطقة الزمنية الخاصة فيه وبنتقل هلأ يا شباب لصفحة ال Advanced المتقدم عندي تبويب ال Advanced Wireless وبداخله Advanced Wireless يعني اعدادات الويرلس المتقدمة بداخل هاي الصفحة اهم اعدادة اللي هو Broadcast SSID يعني اخفاء الشبكة او اظهارها هي موضوعة بشكل تلقائي Enable فيك تحط بهذا المكان Disable وتخفيها للشبكة واكيد ما ننسى ما نضغط على تطبيق الاعدادات وضمن هذا التبويب في عندي ال Access Control بهذا المكان فيني اسمح لماك ادرس معين بالدخول او الاتصال بهذا الراوتر وفيني امنع ماك ادرس من الاتصال بهذا الراوتر حتى لو بيعرف كلمة المرور الخاصة بالويرلس مثل ما اننا شايفين Wireless Access Control هي محطوطة بحالة Disable اما بتحط قائمة لل Allow يعني المسمح لن او بتحط قائمة لل Deny الممنوعين من الدخول لهذا الراوتر برجع بكرر حتى لو بيعرف الباسورد الخاصة بالراوتر فمثلا انا رح اختار Deny من هذا المكان بكتب الماك ادرس الخاص بالموبايل او الماك ادرس الخاص باللابتوب او الكمبيوتر وبعمل له Add بالتالي هو نضاف على قائمة Deny او المحجوبين نفس العملية فيني اعملها لموبايلات وكمبيوترات ولابتوبات مسموح لها هي الوحيدة تتصل بهذا الراوتر يعني مين ما اجل يتصل بهذا الراوتر ما هيستطيع نهائيا طول ما انه الماك ادرس الخاص فيه ماله موضوع ضمن هاي الليستا وعندي خيار مهم جدا انك تعطله اللي هو ال WBS عن طريق هاي الميزة فيهم يخترقوا لك الشبكة تبعك مهما كانت الباسورد معقضة عندك لذلك لازم تخليه بحالة Disable Disable WBS وما ننسى ما نضغط على Apply Change وضمن تبويب Advanced Wireless في عندي ال MBSSID بهذا المكان فيني فعل شبكات خاصة بالضيف اكيد فيني حط لها كلمة مرور خاصة فيها وفيني سمي كل شبكة باسم على حدة اما بالنسبة للمبرمجين والمختصين بالتحكم بالاجهزة عن بعد عندي البورت بهذا المكان فيني افتح بورتات او منافذ ضمن هاد الراوتر عن طريق هاد المكان ومن الامور المميزة بهذا الراوتر انه فيك تحجب مواقع نعم اصدقائي URL Block فيك تحط موقع معين مثل الفيسبوك اليوتيوب اي موقع بدك يا بهذا المكان وفيك تحدد له ايام معينة للحجب او ساعات معينة للحجب وفي عندي تبويب اخر للDNS بهذا المكان فيني يخليه اوتوماتيك ياخده من مزود خدمة الانترنت او يحطه بشكل يدوي ومن الامور المهم تفعيلة بهذا الراوتر هو تبويب UPnP من الضروري جدا تفعيلة لحتى تتفعل عندك ملفات التورنت بعد ما بختار ال One Interface بضغط على Apply Change وعندي تبويب اكتر من رائع اسمه System Tools بدخل عليه بهذا المكان يا شباب بيعطيني الاجهزة المتصلة وشو عملت ترافيك او نقل بيانات ضمن الراوتر طبعا فيني اختار التجهيزات من هذا المكان حاليا ما له متصل غير كمبيوتر واحد كذلك الامر بالأيام بالساعات بالدقائق وهلأ مننتقل لتبويب الصيانة المنتنانز فيني من تبويب السيستيم اعمل Reset to Default يعني ضبط مصنع كامل للراوتر يعني فرمته كاملة وبالتالي بتروح جميع الاعدادات وعندي زر Save and Reboot في حال كان الراوتر بعيد عني وحابب اعمله اعادة تشغيل عن طريق هذا الزر فيني اعمل مثل Restart للراوتر دون فقد الاعدادات نهائيا بيسألني احد الاشخاص انا وضعت اعدادات خاصة وطويلة عريضة بهذا الراوتر وصراحة ما بدي اعد عيدهم من اول وجديد اذا عملت له Reset او ضبط مصنع او فورمات كيف فيني ااخد عنه النسخة احتياطية الطريقة بسيطة عن طريق ال Backup Sitting بهذا المكان بضغط على Backup Sitting بمجرد الضغط عليها من تلقاء نفسه رح يحفظ نسخة احتياطية عن الاعدادات بهذا الراوتر طبعا بنتقل عليها وبشوف وين هي موجودة بلاحظ انه حفظ ليها بالتنزيلات فيني انقلة لأي مكان عندي على جهاز الكمبيوتر رح انقلة هل على سطح المكتب وبما اني احتفظت بنسخة احتياطية لجميع الاعدادات الخاصة بهذا الراوتر بنتقل عن تبويب Frameware Update او Upgrade Frameware يعني تحديث السوفتوير الخاص بهذا الراوتر طبعا اكيد فيني اجيب سوفتوير جديد عن طريق موقع شركات ومن تصفح فيني اختار مكان السوفتوير ومن ثم اضغط على Update Frameware ومن تبويب الباسورد فيني اعدل الباسورد الخاصة بالولوج الى برمجة هذا الراوتر باسورد الادمن من هذا المكان فيني اعدلها او غيرها تبويب للدياغنوستكس او ما يسمى تبويب الاختبارات بهذا المكان فيني اعمل اختبار لكل شي عندي بالراوتر البينغ دي اس ال وما الى هنالك وعندي تبويب خاص بالتقارير بهذا الراوتر عن الاخطاء وما الى هنالك من ملاحظات عم يسجلها هذا الراوتر واخيرا تبويب اللوك اوت اللي عن طريقه بعمل تسجيل خروج من واجهة البرمجة كليا في حال بدي ارجع لها بدي ادخل كلمة السر الخاصة بالادمن وعندي صفحة الستيتوس اللي بداخلها الحالة الخاصة بالراوتر والسرعة الخاصة بالدي اس ال واذا كنت بدك تعرف الاجهزة المتصلة بهذا الراوتر لاسلكيا عن طريق الويرلس كليانتس بيعطيك جميع الاجهزة المتصلة بالويرلس اما اذا كنت حابب تعرف الاي بيات الموزع لكل جهاز عندك عن طريق الدي اش سي بي كليانتس واكيد في اشخاص هلاء بيسألوا وين بدي يلاقي الاس ان ار جودة الاتصال بالخط الهاتفي بهذا الراوتر عن طريق الدي اس ال درايفر بهذا المكان بتلاقي الاس ان ار وبتلاقي الاتيونيشن واكيد في عندي تبويب للستاتيكس وتبويب للروت انفو وفي حال صعب عليك شي او حابب تتعلم على شي بهذا الراوتر في عندي تبويب الهيلب بداخله جميع المعلومات الخاصة بهذا الراوتر وهيك يا شباب منكون اعملنا الشرح التفصيلي على جميع الاعدادات الخاصة براوتر الدي لينك الدي اس ال ال الميتين واربعة وعشرين شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة